السلام عليكم، فيديو جديد معكم بيناء الفهيم، هو كوتش فيتنس، أنها تغذية、 تطلب والرياضة فى هذا الفيديو خاص بزر ميصدر المشور على الانستغرام يقولون ب لماذا اقوم بتشغيل machst watches لنعرف كيف إنتاجThank you فى هذا الفيديو خاصص لكم إن شاء الله فى هذه الأمر اللي نقدروا نورائكم فى شفتش يعني مجيب برنامج تدريبى الذي ستستفيد منه إن شاء الله كما نقوله دائما في كل فيديو دعوني تحت كومنتر وإذا كنت أول مرة تشاهدني دعوني تصابسكراف من تحت هذه البطنة حمرة وفعل جرس ودعوني اللايك كذلك لكي تستفيدوا كاملين بكم دعوني نبدأ هذا الفيديو الناس الذين يريد أن يزيدوا القطلة العضلية فيهم دهون وفيهم جسمهم ممتلئ سننصحكم بخمسة أيام حتى نستطيع الأيام وكيفما سننصح الدرار اللي هما نحاف بزاف وبغين يزيدوا الوزن سننصحكم بأربعة أيام حتى ثلاثة الأيام صافي لا تفوتوهاش لأن كل ما ترينيتي بزاف 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 ستحرق والناس اللي هما عمرين بزاف كل ما ترينيتي بزاف ستحرق هذه القرية اللي عندك ستبنيوح المسكول سنبدأ إن شاء الله سننريكم الحصة الأولى من الصدر ماذا ستحرق فيها؟ بعض التمارين اللي هما سننريكم هنا ومنهم استفدوهم ثم نقوم بزاف وعملوا سكرينشوت من البنطايا وخذوا هالتمارين هادو اللي هم مهمين بزاف ولي هما ستترينيو فيهم جميع عضلة الصدر ديالكم قرب هنا تشوفهم نقوم بزاف وفههم جميع التمارين ديال عضلة الصدر من جميع الزوايا ديالهم عندوزو العضلة الثانية اللي هوا عيكم في نفس اليوم اللي هما عضلة البايسيبس كذلك جميع التمارين اللي هم تحتاجوهم انتوما اختارو حتلت التمارين من هادوما وضعوهم في الاصال لم يتحتاج ان تصور هذا او تبقى دهشة في الاصال هما التمرين هادو صوروهم باش خليهم عندكم في تيريفون هذا هو اليوم الاول اللي هو عبارة عن صدر و بايسيبس نضعو خمسة ديل التمرين تنسسة دمرين ديال الصدر من مراها سنضعو ثلاثة دمرين او اربعة دمرين مال احسن ثلاثة باش من نزعو العضلة ديالنا ديال البيسيبس هذا اليوم الاول اللي هو يوم الاثنين سنضعو اليوم الثلاثة اللي هو عضلة الدهر مع ترايسيبس انا ارىكم طبعا التمرين اللي تقدروا تدرهم في هذا عضلة الدهر كيف ما كنتشوفهم هنا كدلك صورو هاد التمرين هادو واحتفظو بهم باش اه من تخلصة يعني انت هادو التريني الراسك من مراه التمرين هادو قد نضعو العضلات الترايسيبس اللي بقى في يوم الاثنين اللي مع عضلات الدهر غادي نضعو كدلك ثلاثة التمرين اختارو انتوما ثلاثة التمرين والقود نوعو فيهم على حسب الرغبة ديالكم ها هما التمرين ديال ترايسيبس كيف ما قد نضعو ها التمرين هادو جميع زاوية الترايسيبس الخارجية والجانبية والوسطة ها 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 هما التمرين ديال يوم ثلاثة يوم الاربعة ان شاء الله غادي نديرو يوم راحة ما غادي نترينيو ما غادي نتحركو موالو غادي نرتاحو من مراه ان شاء الله يوم الخاميس غادي ندوزو العضلات الفاخد إن شاء الله عضلات الفاخد λيمولي ليمولي كد remedient اللي هما مهمين بزاف وكرثتما نعرفون أن العضلات الفاخد هي و también مهم مهمة في إفراز هormون نومو هرمون تستوستيرون يعني هذا العضلة هي الدور الواحد باش ت reconoc عليك الجسم من فوق واباش ت molarك لوج hoertain 그� Rimverts هادو هما التمرين ديال العضلات الفاخد وهنا يا كدري كدري تمرين ديال العضلات السمانة اي ليمولي نتمنى انكم تصوروا هذا التمارين سوف ندروا اليوم يوم الجمعة ان شاء الله سوف ندروا عضلات الكتف معهم عضلات ترابز يعني هذو كانت ترابيز اللي هم داخلين كذلك في الظهر نوري لكم كذلك جميع تمارين من جميع الزوايا ديال العضلات الكتف اللي تتخدموها ان شاء الله وليه هذا العضلة كيف نعرفوا انها هي التي تبيننا لجمالية الجسمية التي تخلي لك تكاطر وفيك ذيال الجسم كان يبان ها هم التمارين ديال العضلات الكاتف تمنى ان التمارين كذلك هما تصورهم وتحتفظوا بهم في التليفون ديالكم. ها ندوزوا العضلات ترابس اللي هما مهمين بزاف وما اللي كي بينو ديال ديال البوزيسون ديال الكتاف والترابس مهمين بزافة اخوتي وكي هاد العضل هادو كيطلع دغي اخوتي اذا هتميتي بهم وخدمتيهم وحطيتهم الشحب او ما الخدمة دياله اذا هدا هو البرنامج كما قلنا اتنين سنخدمون الصدر والبيسيبس ثلاث الدهار والتريسيبس الاربع سيكون يوم راحة بمعنى الكلمة ما تتحركش ممشي دعا بكورة ما تدر والو اذا كنت بغي تزيد العضلات الخميس شاء الله سيتدر الفاخد مع السمانة وجمعة تدر الكتف مع عضلات يوم السابت ويوم الاحد راحة بمعنى الكلمة الناس اللي غلاد يعني اللي غلاد كيفما اضرتهم في اول فيديو وباقين انقصوا لغريس ديالهم يوم السابت ان شاء الله غادي يعودوا عضلات بيسيبس و تريسيبس او لا يعودوا العضلة اللي عندهم ضعيفة مثلا كالصدر او لا مثلا الفاخد او لا الترابيز او مثلا الظهر او الكتف هذو ما غادي يعودوه من شاء الله يوم السابت و غاديدروا يوم الاحد راحة كذلك غاديد ترتاح فيها خرج ضرب باسيوم اصحابك او يوم السابت كذلك كيفما قلت لكم ان الناس اللي باغين يعني يزيدوا الوزن انهم ارقاق بزاف من الاحسن يخليواها راحة السابت والاحد يخليواها راحة و يترينيوغ اربعين في سيمانة سأخوتي انتمنى انني ساعدكم بزاف بزاف هالتمرين هذو ما يعني ما غاديش تدرهم كاملين غادي اختاروا منهم انتوما اللي غاديدكم انتمنى يعني انني وصلت الناس لان بزاف يجيوني بزاف ميساجات على انستغرام ديال اللي هو هذا يقولوني بيلال انا بغيت تمرين بغيت هذا يعني كيجوني بزاف من قدرش نتسرد كل واحد عملت عليهم فيديو ان شاء الله سأتمنى ان هالفيديو هذا تستفضون منه بزاف بزاف أخوتي وان شاء الله موعدنا في فيديو الثاني الفيديو الاخر ان شاء الله في حلقة جديدة في معلومة جديدة محتوى جديد ان شاء الله موعدنا في فيديو التاني ان شاء الله اشتركوا حيث ترجمة نانسي قنقر